الكلام ان انت حرطك يعني البعض بيردد لا ده اوقف نفس الحلقة عسنا بس عشان ما نترش لا عشان ارد على بس جزئية صغيرة في نفس الحلقة يو بقولك ان يعني يعني عايزين يبينه لجمعير النادي الاهلي ان انا بحاجة من النادي الاهلي عشان ما اشتغلتش في النادي الاهلي حصل مش ده الكلام اللي ما اتكافش اقول بقوله يعني الرجل ضحى والرجل يعني ضحى كتير يعني يعني مفروغ فالكابتن البشوان زعاد اللي قال له ما اصلي في عشرة بيبقى فيه الف لا انا ما كنتش عايزة اشتغل في الاهلي ولا عمري طلبت اشتغل في النادي الاهلي بدليل الكابتن محمد رمضان حيا يرزق اهو لما كان ماسك مدير قطاع ناشئين تكلمني وتحايل علي ان انا روح اقبله ورحت قابلته ولما عرض علي ان اشتغل مع الخواجة كروفر اللي هو الهولندي اللي كان جاي انا ما وفقتش وانا لو عاز اشتغل في النادي الاهلي مش كنت اشتغلت كلام ده كان سنة 2000 صح ولا غلط هو مش عيب انك انت لا انا بفهمهم بس نقطة ان انا انا راجل محلل وهنتقد النادي الاهلي وهنتقد النادي الزمالك وبنتقد ملتها بمصر لان دي شغلتي انا ما فيش حد يعني اعلى من مصر فانت بتحلل عشان تزبط الحاجات اللي هي غلط سواء في القالة منتقى مصر او زي مثلا كيروش الفنيات احنا بنتكلم فنيات ما ليش دعوا بقى بالإداريات ولا العاجات دي ولا احنا بنتكلم فنيا هم بيزعلوا ان انا بتكلم فنيا لاني مين اول واحد قالك موسيماني مش مش كويس احردك هم صلتوا علي اللجان والصفحات والدنيا كلها دلوقتي هم اللي بيشتموا في موسيماني صح ولا غلط اللي كانوا بيهجبك ايوة يعني صح ولا غلط يعني اذا ان انا ليه وجهة نظر انا طلعت مثلا قلت النادي الاهلي ده لا قدر اسوأ نادي في مصر لا قلت ان هو هل شقدر يقول كده طبعا لا قلت حاجة تمس النادي الاهلي وكان النادي الاهلي لا طبعا انا بتكلم فنية نجدعان اللي يتضلع فيهم يطلع يكلمني هم بيصلطوا علينا شوية ناس كده سواء في القناة او برا القناة يفضلوا يهاجموك ويشتموك مش عارفين ماذا هو بالقناة كله يعني القناة اسمع بس كله 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 ما هو شغاله وهو اللي بيهاجم وهو اللي بيودي وهو اللي بيودي صحيح خليني خليني اروح فانا استنى بس فانا لو عايز اشتغل كنت اشتغلت مع محمد رمضان والراجل صح وانت صديقك محمد رمضان كمان ومش حكاة صديقي هو الراجل جاي عشان عايز يعمل للنشأ الجديد اللي هو السغير يطلعوا اصحاب مهارة يجيب اللعيبة اللي هي المهارية دي وينمي المهارة عمدهم عشان مهاريتهم تبقى عالية فقال لك مين يشتغل في الحتة دي رضا وليد فطبعا وليد ساعتك لسه بيلعب فقال لك هترد فانا طبعا والله معرف لان رمضان لما كلمني مرتين تلاتة وقلت له لأ او مش هاجي انا معرفش وكان عايز لغاية ما قال لي وهو حيا يرزق اوه انا عايز اشوفك عايزك في الموضوع مهم لما رحت وعرفت الموضوع رفضت لان انا مش تموحي لناشئين كمين رئيس النادي وقتها حسن حالي كم صالح صالح سلم كلام ده كان سنة الفين قبل ما بطلت كنت ساعتها لسه بعمل دراسات كمان وكنت ماسك نادي وقتين كمان هو برضو التأكيد على ان لو مش حرضك انت اكدت على ان ان انت مش عايز او يعني رفضت العمل او اعتذرت عن العمل لكن في نفس الوقت طبيعي ان اي حد لعب لمؤسسة كبيرة سواء اهلي او زمالك وعايز يبقى موجود طبيعي ان هو يشتغل في المؤسسة دي ده ده حاجة مش عايبة اللي يطلب كده لا انا بقى بالنسبة لي كان وجهة نظري مختلفة تماما للي مش هتعلم انا اقول تخرج برا اشتغل في التالتة والربعة والممتازبة هو ده اللي يخليك تبقى مدرب ويبقى هيبقى لك وضع واسم طبعا النادي الاهلي لما تشتغل فيه او نادي الزمالك بيكبروا اسمك طبعا واخد بالك بس انت هتبقى مرمطون مرمطون ازاي ما تدخلش في التشكيل حاضر انا مش عايز اكل عيش انا عايز اتعلم انا دايما كنت بقول ايه سوال لما كان جوزي هنا او جوار دي قولها بقولك اروح اشيل للناس دي الشنط بتاعتهم عشان ابقى قريب اعرف فكرو بره الملعب ايه ولما بينزل الملعب بيبقى ايه اوهد دلك يعني انت هتشوفه في الملعب ماشي طب بره الملعب بقى شخصيته ايه وتعامله ايه والكلام ده كل الحاجات دي بتقربك اوي سواء من اللعبة او من الجماهير فانا عايز اعرف هو التعامل بتاعه ازاي خارج الملعب يعني انت مقتنع بالجوزي اه طبعا ما هو ده اللي غير لان انت مقتنع بالمدير فن هو انا عمري قلت عليه لا اسمعتك شاه جمت لا خالص بص الكويس تدي له حق وبيلر ده وكنت عرفه ولا قريبي بس بقولك انه فنيا كان عالة من اللي موجود ده